وكان جلالة الملك المفدى قد غادر المملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى برقية شكر وتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما يلي نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيزة الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا بعد مشاركة إخواننا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت برئاستكم أن نعبر لجلالتكم وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لما أحطمونا به والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة وحفاوة بالغة ومشاعر أخوية صادقة تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا وشعبين الشقيقين وأن نعرب عن سعادتنا البالغة لمشاركتنا في هذا اللقاء التاريخي مع إخواننا أصحاب الجلالة والسمو وما خرجنا به من قرارات نوعية وما توصلنا إليه من نتائج إيجابية تصب في صالح تطوير مسيرتنا الخليجية المباركة والارتقاء بعلاقاتنا الأخوية وتعزيز مصالحنا المشتركة وتحقيق أمال وطموحات شعوبنا في كافة المجالات وستضيف لبنة جديدة في بناء صرح مجلس التعاون الذي سيظل كما هو دوما مصدر قوة وعزة ومنعة لدولنا مشيدين بحكمة وحنكة جللتكم في إدارة قضايان الخليجية والإقليمية ومبادراتكم الرائدة لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم أجمع سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جللتكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية والسعادة ويسدد على طريق الخير خطاكم وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار والعزة تحت قيادتكم الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر